62 سنة أضاها إسماعيل هنية برحلة امتدت من ولدته كطفل اللاجئ ببيئة متواضعة بمخيم الشاطئ بغزة لاختياله كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس بإيران فجر اليوم ترجع جزور عائلة هنية لضيعة الجورة حد عسألان ومثل كثير من إيادات حركة حماس دخل هنية السياسي كناشط طلابة بالجامعة الإسلامية بالقطاع وصل لرئاسة مجلس الطلاب بالجامعة ومن بعدها ترقص الكتلة الإسلامية لمثلة الزراعة الطلابية لتنظيم الإخوان المسلمين استمر ارتباطه بالجامعة بمراحل الليحقة من حياته كموظف وليحئاً كعميد إلها سنة 92 برس بأول تجربة سياسية بعد أسره لمدة 3 سنين بالتسعة وثمينين بعد إطلاق صراحه أبعدته إسرائيل لمنطقة مرجل زهور على الحدود اللبنينية مع 415 أسير تاني أغلبهم من حركة حماس اعتصم الأسر على الحدود مدة سنة وجذبوا انتباه الرأي العام العالمي لحد ما كسروا قرار إبعيدهم وبيعتبر كتير ناس هالتجربة نقطة الانطلاق السياسية لحركة حماس بعد عطل الكتاع ترقص نية مكتب زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين سنة 97 الشي اللي مهد لا يلعب دور أساسي بإيادة الحركة بعدين وقت ترقص ليحتها الانتخابية سنة 2006 ومن بعدها ترقص الحكومة الفلسطينية بالسنة نفسها بعد ما ربحت حماس الانتخابات انتهت هالتجربة بإيقالة الحكومة من قبل رئيس السلطة محمود عباس بعد سنة وتحولت حكومة هنية لحكومة مختلفة على شرعيتها لحد استئلتها بال2014 بعد ثلاث سنين وصل هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة وفرض عليها المنصب الانضمام لإيادة الحركة بالعاصم الكترية الدوحة وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على كتاع غزة صار هنية المفاوض الأساسي بملف الهدنة وتبادل الأسرة للضغط عليه تعمدت إسرائيل اختيال ثلاثة من أولاده وخمسة من أحفاده بنسان الماضي بعد أيام من اعتقال شعيطه ببقر السبع وبعد من قتلوا اتنين من أحفاده بغرتين بتشرين التاني الماضي ترجمة نانسي قنقر